كشف أحدث تقرير انطلقته نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال النصف الأول من العام 2022 من يناير إلى يونيو وأكد التقرير أن المصلحة قامت بإجراء 7068 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة وقال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية عبد الرؤوف أحمدي أن المصلحة تقوم بدور فعال ومحوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا